ايوه الاخوة اياتو الاخوات السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا اليوم الجميل ساعد بلقيكم اه غير انا سعيد جدا سعيد جدا على هالتقل اللي كتخرج عن المغرب كان انا سعيد جدا قبلية المغرب من اول دول مصنف عالميا مصنف عالميا في الفساد مصنف عالميا في الرشوة مصنف عالميا في اه خروقات حقوق انسان يعني شيء جميل ان ان المغرب مصنف من بين دول العالمية في هاد الاشياء هادي يعني ما كيان انا يعني اميريكان ممصنف estas ايها estas ح сообщ manager هو الا شئ جميل ان المغرب مصنف يعني هذا هو الشئ جميل ان конечноン او مصنف من بعين الوائل عالميا من بين دول العالمية يعني المتقدمة و المتخلفة كالق Loyalmegrep في واحد المرتبة كالقوي اناقي القور المغريبح مصنف شو Hayge مصنف من اول دول في العالم في الفساد والرشوة يعني هذا شيء جميل يعني ما يقولوا شيء واحد يجي يقولك والدين المغربة لم يصنفش والمغربة واحد مكي وكيخرج الحكومة كتكذب هاتقارير يعني هذا شيء جميل كتشوف أن البلد ديلك مصنف مصنف في الفساد مصنف في الرشواء مصنف في الدعارة يعني تصنيف جميل أنك تلقى الدولة ديلك مصنفة ومن بين الدول العالمية يعني على الأقل أن العالم كيعرف المغرب دي برها من الدول المصنفة يعني هذا شيء جميل وعلى ذكر هاتقارير كالقواس دي المغرب قل لك سيدي هذا تقرير دولي تيقولك أن المغرب دولة لا تهتم بمكافحة الرشواء والفساد وأنه كيف ما جاء في العنوان تيقولك المغرب تلميذ غير نجيب في مجال مكافحة الرشواء الناس اللي بغير يعرفوا الخبار أنه جاء في جريدة هسبريس التي يقولك سيدي أن واحد الجمعية عالمية للجال الأعمال تدق نقص خطار حول ارتفاع مخاطر الرشواء في المغرب وقالت إن المملكة توجد في وضعية رشوة مرتفعة هذا شيء جميل المهم عندنا واحد تصنيف في المغرب هو أن الدول أنا شادوك يطلع عليهم أنا تصنيف زوين المهم لم يجد في الوسط المهم لم يجد في الوسط المهم جم من أول الدول المهم بين المهم إلى أن نقرأ وعلى القول المغرب يصنف عالمياً يعني هكذا المغرب باش غيتشهر وهكذا المغرب باش غيتتعرف ما يمكنش المغرب غيتشهر وما يتعرفش لما كان في الشهر في شي حاجة نحن ميتهم في القرى ميتهم في التقافة ميتهم في التعليم ميتهم في السينما على الأقل نحن مشهورين في الفساد يعني هذا الاحتيالية غضي يزيد مشهورات المغرب الناس اللي مك يعرفوين ما يقبوا همぞهم يaniumاعفوا ده بالمغرب أنه سئروا للاطفال في المدارس قالوا بالkalacji يعني السؤال هي enhances التلمي systematically يعرفوا أن المغرب من أول دولة قام باكون يعني هدا شيء جميل لجميع المغرب كان يصنف عن م surviving في المرتبة المية وستين عالميا من أصل ميتين دولة شاملها التقرير بتنقيط إجمالي بلغة خمسة وستين ولكن واحد القادية يشتهاد يشتهاد ماشي صحيح المغرب جاء مية وستين هادي كدباء هادي كدباء هادي كدباء في حق المغرب هنا أغتراف هذه المغرب موفق LOC energy lead in SYSTEM e-KBI andオSHSLsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsd ssrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsrsdrsrsrsrsrsrsrsrsrjsrslsrsrsrsrsrsrjsrsrsrsrsrsrsrk المغرب هو أول دولة في العالم يعني في الفساد يعني من حاوش تكذبوا عن المغرب وتبقوا و تقولوا المغرب لا سيدي المغرب هو أول دولة في الفساد يعني حشو ما تكذبوا عن المغرب و تقولوا رهجا غا ميا وستين يعني هناك تضحكوا علينا يعني هنا ما بغيش المغرب يتشهر المغرب يتشهر بها الطريقة هذه مادم أن المغرب أول دولة في الفساد يعني هذه سمعة طيبة أن المغرب بغي تشهر بها قلك السيدي ويقيس المؤشر أربعة مجالات أساسية وهي التفاعلات التجارية مع الحكومة وإنفاذ قوانين مكافحة الرشواء وشفافية الحكومة والخدمة المدنية والقدرة على مراقبة المجتمع المدني في ذلك دور وسائل الإعلام ولكن ده بالمشكل خاطر جدا المشكلة كنتشوفه مرة 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 مثلا يخرج بحالة تقارير يخرج مسؤولين للحكوميين يخرج ساعد الدين العتماني قال لي ما هو الدين المغرب حسن من فرنسا في الشفافية واسميسو يعني هناك تضحكوا يعني 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 باش أنا ما عرفش عليك أعلم كي يكذبوا وش كي يبقوا يكذبوا على على الناس اللي كي يعيشوا خارج المغرب واللي على الدول اللي ما كتعرفش المغرب واللي بغيوا يكذبوا على المغاربة أنا متأكد أن العتماني والحكومة والمالك والأي مسؤول في المغرب تعرف أن المغرب هو أول دولة في الفساد ولكن كي يخرجوا من اللي كتجيب حالة تقارير الدولية كي يخرج المسؤولين تقولك لا تكذبوا علينا وتنسبوا علينا وهذه جهات أجنبية وهذه جهات عدو للمغرب وهذه جهات تريدوا للمغرب وتريدوا للمغرب وتريدوا للمغرب وتريدوا كأن المغرب يعني هو سانجابور كالكا سيدي وفي مجال تفاعلات التجارية مع الحكومة المغرب على درجة ضعيفة بلغت 18 في هذا المجال بينما حصلت المملكة على درجة سيئة في مكافحة الرشوة المملكة هنا سيدي قال لك بينما حصلت المملكة على درجة سيئة في محاربة الرشوة يعني واحد خطيرة جدا المغرب يعني سيكون في غير يكون في وضعية حريجة خاصة مع القادية تبادل المعلومات التي ستكون بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي يعني الاتحاد الأوروبي سيحصل لجميع المعلومات المغاربة والمغرب سيحصل لجميع المعلومات يعني هنا المغرب ستفرش ستخرج مثلا الصحف الأوروبية والدولية وسيتفضح شيء حتى سيقول للمغرب أغنية على ألسنة المجتمع الدولي قال لك سيدي ثم على تنقية سين في مجال شفافية الحكومة والخدمة المدنية واحد وست النقطة في مجال القدرة على مراقبة المجتمع المدني والله العظيم هنا بقى في غير ذاك مدير مدير الشرطة القدائية البارح قالس محشمش وقالس كيخرج في عينيه وتيكدب ويعني بحي اللارم بحي اللارم هو أكبر رشيوي هذاك مدير مدير الشرطة القدائية هو أكبر رشيوي في المغرب ولجي تتشوفه مثلا مترح عليه مثلا الرضواني ذاك السؤال وإلاجات كشيرة شبورش تدورش دا شوفوا غير الملامح دي الوجوكي واللات شوفوا غير حواجبوكي والله وشوفوا البعضي البعضي لانجويج دياله كيبير كتبين على النور شايوي وباش كتعرف أن الإنسان كيكدب اللي تيقول اللا نورمال مو إلا كنتي ما دير شي حاجة كدقوا الله صافي وكتسكت الإنسان من اللي كيقول اللا وكيبقي يجيب المبررات لا أنا كون بغيت ندير أنا وآنا وآنا الشي الإنسان باش كتعرفو كيكدب وهي من لي كيقول اللا ومن وردك اللاكي بقي يجيب المبررات خاخر باش كيحاول إيبرر على أنه فعل نراه كي يكدد لك الحاجة وهذا Elischen هذا القادرة كينا في علم النفس يعني إنسان إلا كانت يكدب إلا كانت يقول这صابة يقولك لا والصافي وتنسا و 밝اش يبرر ليك version Brar بيش 요 सيبرر ليك هناك تعيق بأن الإنسان فعلا يبرر الأعمال التي يقوم بها ويصدر هذا التقييم عن جمعية تريس وهي جمعية أمريكية معترفة بها دوليا في مجال مكافحة الرشواء وإدارة المخاطر ومسجلة في كندا ولها في دول عالمية عديدة وتضم في عضواتها رجال أعمال ينتمون إلى أكثر من 500 شركة متعددة جنسيات ووفقا للبيانات الصادرة على التقرير لهذا العام حصلت كل من الصومال وجنوب السودان وكوريا الشمالية واليمن وفنزويلا على أعلى درجة مخاطر الرشواء بينما تمثل نيوزيلندا والنرويج والدنمارك والسويد وفنلندا أدنى مخاطر الرشواء ماذا؟ 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 المغرب؟ أنا أقول لكم أحد القادية هذه الأرقام هذه كوريا الشمالية واليمن وفنزويلا التي تصبح من أعلى درجة الرشواء هذا ليس بالصح والله ليس بالصح أنا أعتبر المغرب هو أول دولة في العالم لانتشار الرشواء لأن في المغرب الرشواء والتي لدينا تقافة قهيوة وقائي كنت مشير أي حاجة يعني والتي لدينا تقافة أي إنسان يريد أن يدفع لديك اللعبة دهن السيري سير وعطيني أنا أعطيك فمسي وديك اللعبة قهيوة والهدية ما كنت تحييج ولا ما كنت ترجع شكذا يعني الإنسان الذي يتوظف أرى ما الذي يتوظف يقول إنسان الذي يتوظف عنده في دماغه يعني في الفون دياله هذا الصالير أرى محاش غير يقياسه يعني أنه خاصة إليك أخذك مثلا شي قدمة أو شي واضفة اللي كتسمح لك مثلا تشد الرشواء وكالقوا الرشواء في كل شي يعني فين مشيت كين الرشواء فين مشيت فين مشيت المغرب فين مشيت كين الرشواء فين مشيت أصعد الفقراء أولي على صعد طبق البرج وزيط يعني ما كينش شي حاجة في المغرب لما فيهاش الرشواء أنا أتحدى أي مغربي يقول لي أنهم عمروا معطر رشواء في المغرب وهذا الشيء نقوله أن المغرب سأول دولة في العالم لانتشار الرشواء لا تقول لي فينزويلا أو اليامان أو كوريا الشمالي ما شغلناهش المغرب احنا كبرت أنا كبرت وأنا تولدت وكبرت وأنا عيش في الرشواء كنشوف ممي كنشوف باك نشوف ديما كيمش المقاطعة يقول لي لا رح البعر عشرة دراء ولا ما أعطيته ما يخل ما غير يصوبوه ليك ولا يدرك العصف الرغيضة ولا يبقى يزرزر فيك ولا يبقى يزرزر فيك ولا مقدم ما كانش ولا القيد ما كانش لا هذي هذي ثقافة كينها في المغرب يعني متحاولون تقوله المغرب هالدول جت الأولى لا المغرب هو أول دولة في الرشواء وكان المقياس العالمي للفساد الخاص بإفريقيا سجل في نسختي العاشرة لسنة 2019 أن 53% من المغاربة يعتقدون أن مستوى الرشواء ارتفع خلال 12 شهرا المغاربة أش من 53% من المغاربة دابه بيته تقوله غير نصف المغاربة هما اللي يعتقدوا أن الرشواء تزاد وما كينش مغربي اللي ما يعرفش أن الرشواء تزاد ما كياد القديم يحتشوش دلو فهذا العباد قلكوا أوردت معطايا التقرير الذي أنجزته منظمة الشفافية الدولة الدولية ترانسبرانسي بشاركة مع منظمة أفرو بارومتر أن 31% من المغاربة الذين ولجوا الخدمات العمومية أدوا رشوة مقابل ذلك في التطرمات أش من 31%؟ والله يتكذبوا بالله هذه المنظمة ترانسبرانسي 31% من المغاربة هم اللي يدفعوا الرشواء حشوما هذي حشوما تقوله على المغرب اللاسي دي كتكذبونا على المغرب نحن بغير المغرب يكون درجة الأولى لا يوجد مغرب لا يوجد شيء مغريبة لا يوجد شيء مغريبة لا يوجد شيء يطلب على مصلاحة أو خدمة ولا يطلب من الرشوة ولا يوجد رشوة هذه القادية عادية جدا ولا يؤمنوا أغلب المغرب المستجوبة ضمن هذا المسبب بأن حكومة سعد الدين العتماني تقوم بعمل جيد لمحاربة الرشوة وذلك يتجلى في اعتقاد 74% منهم أنها تقوم بعمل سيء لمواجهة الظاهرة أنا أقول لكم أحد القادية رشد هذه الدراسات ولا تكون حكومة الاعتماني ولا حكومة الجمهور ولا حكومة البوكماني أي حكومة في المغرب وأي مصلحة في المغرب لا يمكنها محاربة الرشوة لأن الرشوة في المغرب تقافة وكي تقافة تخص مثلا مقررات دراسية تخص توعية على أجهزة الإعلام تخص توعية على الصحافة في أجهزة الصحافة تخص واحد توعية وتخص واحد الوقت عاد يمكنك تقضيع الرشوة وما تقول لي سنقضي على الرشوة بالرقم الأخضر ولا سنقضي على الرشوة لا الرشوة إذا تعاقب أصحابك السجن والإعدام والأحكام الزجرية والأحكام التي تستاهل والتي تجعل الناس يخافوا وأنهم يدفعوا الرشوة الإنسان بالطبع يخاف إذا لم يخلعته لا سيخاف إذا لم يرى مثلا العبرة لا سيبقى يبقى يدير يبقى يدير الناس يتصروا من لك القومة المسؤولين الكبار كيشدوا الرشوة؟ من لك اللقاء هناك لوبي ملاكي يقوم بطلب الرشاوي من المستثمر الأجانب؟ كيفاش غادي تجعل المواطن العادي وما غاديش يطلب الرشوة وما غاديش يطلب الرشوة يعني الثقافة الرشوة هي يعني في الدم المغربي في الداني المغربي كين هناك الرشوة وكين فساد لا يمكن القداء عليه إلا في حالة واحدة إلا إذا قام المغاربة بالقداء على جذور هذا النظام لنابتة في هذا الرشوة لا يمكن القداء على الرشوة يعني ببروغرام أم één إلا إلا واجأت الحكومة وأم اللج الأجي ووازر رأى الحكور españليه ولووزير اتحد قال أي توقدي قال اتحت جلد الفيديو والأقرباء للمالك الشايوية التي تجعل العائلة الملكية هي начلا على الرشوة والمالك ساعد منizing وأكد المالكت بارنا وكيفاش permettre ما ساعدينφ حاجة هم ساعدين الفيديو والكبار الموليس ساعدينها والكبار الجنرالات ساعدينها ومسؤولين الكبار في المغريب Clinton كيف ستأتي عند الإنسان العادي والإنسان البسيط لديك البوليسي البسيط ولديك الموظف البسيط وقال يقول لي ما تأخذ الرشوة يعني رشوة تقايا في المغرب. يخوه الأخوات كما سنقضيه على الرشوة يخصنا نقضيه على الجذور دي الأصل دي هذه الرشوة. ويعني أنا متأكد سأتي واحد منهار لست تتغير الأوضاع ولكن غير يعني فوق عشرة تتغير الأوضاع ما زال ما عرفش وكانت منه أنا يعني تتغير في الوقت القريب يخوه الأخوات كانت مني يعجبكم موضوع اللي يعجبوا موضوع يدير لايك اللي ما يعجبوش يدير ديس لايك بغيت يتخلي تعليق خلي بغيت نعرف تعليق ديالكم بغيت نعرف الأفكار ديالكم باش نحاولوا يعني نشاركوا الأفكار وتبارك الله عليكم وإلى فيديو آخر والسلام عليكم